موسيقى موكزة الأخبار من قناة عزن الفضائي أهلا بكم أجرى فخامة الرئيس المشير الركن عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا بوزير الدفاع الفريغ الركن محمد علي المغدشي وخلال الاتصال عبر فخامة رئيس الجمهورية عن خالص العزاء والمؤساف في استشهاد عدد من ضباطي وأفراد القوات المسلحة منهم الشهيد البطل العميد الركن سعيد الشماحي ركن تدريب العمليات المشتركة بوزارة الدفاع والشهيد البطل العميد الركن عبد الرغيب الصيادي قائد المعسكر التدريبي وشهيد البطل العميد نصر علي الصباحي لترى هذا الحادث العدواني كما اطلع فخامة الرئيس على سير العمليات العسكرية وفق الخطط المرسومة التي يخوضها أبطال الجيش الوطني في مختلف المواقع والجبهات والتي يحقق من خلالها الانتصالات على قوة التمرد والانقلاب التابعة للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح محافظة تعز نبيل شمسان للاطلاع على مستقدات الأوضاع وسير العمل في المحافظة حيث استعرض المحافظة مستقدات الأوضاع الأمنية والخدمية والميدانية والجهود التي تبدلها قيادة المحافظة في تثبيت الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات للمواطنين والاستمرار في مواقهة ميليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف جبهات القتال واستكمال تحرير ما تبقى من المحافظة ووجه نائب الرئيس الحكومة بسرعة صرف مرتبات أبطال الجيش الوطني والمنضمين لاحقا إلى صفوف الجيش والعمل على إيجاد معالجات لمشكلة الجرحى والمصابين مجددا تأكيده بأن الغيادة السياسية والعسكرية بغيادة فخامة الرئيس عبد الرب ومنصور هادي رئيس الجمهورية تولي المحافظة وأبطال الجيش اهتماما كبيرا لقي قيادي مبارس في ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعه مع عدد من عناصر الميشة خلال مواقعات مع قوات الجيش الوطني في محافظة تعز وقالت مصادر ميدانية أن القياد الحوثي المدعو أبو جحدة القتل مع أكثر من عشر عناصر من الميشة الانقلابية أثناء محاولة فاشلة لتسللهم باتجاه مواقع في منطقة حذران والصياح قرب تعز وأكدت المصادر تمكن قوات الجيش الوطني من التصدي للهجوم بعد مواقعات عنيفة استمرت لساعات وبالتزامن استهدفت مدفعية الجيش الوطني تعزيزات لميليشيا الحوثية في وادي حذران كانت في طريقها إلى منطقة إلى المنطقة وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد العسكري والأرواح استدرجت قوات الجيش الوطني رتلان أسكريا وقتلات قيادية تابع لميليشيا الحوثي الانقلابية في مدرية باقم بصادة وقال قائد محور أزال عميد كنعان الأحصى بأن قوات الجيش الوطني في محور أزال قد استطاعت من استدراج رتلان أسكريا للميليشيا الحوثية بعد محاولته الالتفاف والتسلل من ميسرة الجبهة بجبال وعواع ووادي الثعبان لتقوم باستهدافهم بعدة كمان بعد توقنهم وشار إلى أن العملية أسفرت عن قتل أصافة الكثير من عناصر الميليشيا الانقلابية ببينهم القيادة المسؤولة على العملية الملقب بمنبه الثنين بحسب جهاز المنادى الذي عثر عليه بحوزته بجانب الجثة أعلنت قوات الجيش الوطني عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الانقلاب الحوثية في محافظة الجوف وفادت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة في سماء منطقة القعيف بمديرية برط العنان إلى ذلك أحبطت قوات الجيش الوطني محاولات تسلل لميليشيا الحوثي باتجاه مواقع محرف في عدة جبهات بالمحافظة ذاتها وكبدتها خسائر فادحة في العتادي والأرواح استشهد مواطن وابنته جرى قصف لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بمنطقة حجر غرب مدينة الضالع وقال المركز الإعلامي لمحور الضالع أن الغصف أدى إلى استشهاد المواطن أحمد صالح سعيد الفتاحي البالغ من العمر خمسين عاما وابنته آمت الله أحمد ثمانية عشر عاما في غذيفة دبابة في منطقة بتار شمال غرب منطقة حجر واستهدفت ميليشيا الحوثي لمنطقة الأهلة بسكان بثلاث قذائف دبابة سقطت إحداهن بجانب منزل المواطن الفتاحي واستشهد هو وابنته على الفور نتيجة الشضايا التي تطيرت في جميع أنحاء المنزل انتهى الموجز نلقاكم على خير اشتركوا في القناة